السلام عليكم و مرحبا بكم في وصفة جديدة اليوم ان شاء الله راح نديرو مقروط بالكوكا و راح نديرو في الكوشا نديرو في ليمول وصفة بززاف شابة راح نبدلو من المقروط نديروه بالتمر ولا نقليوه راح نديرو بهذا الطريقة مكاش اللي مايش راح ينجح معها بس كو موش راح يتحل معك مستحيل اللي يتحل معك بهذا الطريقة و قبل هذا ما تنساوش تديرو ليه جام و دخلو ليه تعليق و اللي ما زال ما شاركتش معايا في القناة فضلا و ليس اطمرا ديريلي جام وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد راح نصلوا مسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و راح نبدأ في الوصفة بسم الله وش عندي انا فلتفنا وجديد اديت ثلاث كيلات تاع سميد متوسط انا يكيد راح يتشري قولي له السميد المتوسط تاع المقروط ندي معا كيلة تاع آآ سمن ذايب و نعمر بالزيت نكمل انا نعمره بالزيت و اديت معا كيلة تاع الفارينا مغرف محمرة تحل الاكل السكر غلاسي ولا سكر رطب مغرف تاع لفاني و نصف مغرف تاع الملح الضرورية و راح ندلو معاها نصف كيس تاع خمارات تاع الكاطو ولا الحلوة شوفوا معايا و رايحة ناحي ليدم و نخلط كامل النواشف باش يتجنسوا معايا كيما قدلكم هنا ديري قصعة ولا جفنة باش تديك الخدمة مسرحة و ما تستغبنيش شوفوا نخلط كامل النواشف و نزيد انفرغ عليهم كيما قدلكم اديت آآ اسمن وكملت ربع بالزيت و نبدأو نبسو شوفوا معايا كيما المقروض عادي متخافيش منو هذا موش غراح يتفتح معاك مازال نشوفو كامل الوصفة شوفو نبدأو نبسوه به بدايك شغل عاكي تفتلي فيه بهذا الشكل و راكي تبسي حتى اللي يدخل فيه كامل هذك اليدام و تحسي اسميد شرب كامل هذك اليدام اهنا راح تخدميه بخيس ع عشر دقايق و من بعد راح تديريه فيه بول انا نديرو فيه بورت مانجي نغطيه اهنا يا إلا كنتي غاسبة عليه كيما نقولو ولا مزروبة ديريه زو سوي و خدميه سينو خليه يبات انا يا درتو المغرب و غدوة من ذاك بديت نخدم فيه شوفوا معايا نديرو فيه بورت مانجي و راح نخطيه الغدوة من ذاك ان شاء الله راحين نخدموه شوفوا هنا يا اه غدوة من ذاك شوفوا كيفاش يتشرب كامل هذك اليدام سميد سميد شوفوا كيفاش يجينا انفركت شوفوا رايحين نخليوها بجي ونخدموه العقدة نخدموها ثمثم اديت انا يا ثلاث كيلة تاع كوكا و مرحي و درت معهم نصف كيلة تاع سكر عادي ولا كريستاليزي و درت معهم مغرف صغيرة ولا نصف مغرف كبيرة تاع مارغارين ولا زبدة وتبدي تخدمي في ذيك المارغارين معها الكوكا والسكر تخدميه مملح حتى ذيك الزبدة اه تحسيها كشغول اذا بتسمعك بهذا الشكل حكيها بنزو جيدين شوفي و عندي انا نصف كيلة نصفها ما زهر و نصفها ما و نبدأ و رشو في هذك الكوكا و كشغول تفتلي فيه كيفا نديرو العقدة تاع البقلاوة تبدي بشوية شوفوا معي مش راح تدي معك راح تدي معك راح تدي معك ربع كيلة انا عندي حبها بيض و عندي كيلة فيها نصف مازهر و نصف مازهر و نصف ماء هانا درس البيض بس كيلة نحن نديرو في الكوشة مام الى قليتي و كنت تخافي منو يتفتح معك ديري له البيض اديت هذيك حبة البيض انا تتحبه بيض صغيرة و زيت عليها بخزك ربعة علمة نخلطو المرلولة هذا البيض مع علمة و رايحة نخدمو بالمقرض شوفوا هانا ينبدأو نحلو في ذاك المقرض كما قلت لكم انا خليتو بيت معايا بيتو و هم بعد اخدمتو و نبدأو نخدمو فيه هنا نريك لكم في الكاميرا شوفوا هانا يسيو باش نفتحوه بس كي يكون لك ناشف شوفوا و نبدأو هديك تاع البيض وربع تاع الكيس تاع الما والمصار نبدأو نخدمو في المقرض بهذا الشكل كشغل راكي يتدخلي في هذا كلمة و البيض في السميد بها في طريقة وتولي اشك فوق تزيدي شوفوا كل مرة تبدي اترش شي و مبعد راحين نكملو بالما والمصار اللي بقى معانا هنا انا درت البيض فيه الما والمصار باش يمشي معانا البيض او ينطلق معانا ما يكعد انش متكتل غي في جهة واحدة و نبدأو نخدمو ديرو هادا الطريقة اللي لكم تشوفو فيك شغل طعوركو شوفو باش يدخلو كامل الما بهذا الطريقة نزيدو في الما والمازهر نبدأو نبلو كيما نقولو شوفو هنا يا رانا استعملنا بخزق نص اربع اللي ولدرتو في البيض و اربع ثاني زيتو على السميد و نبدأو نخدمو فيه بهذا الطريقة شوفو معايا هنا يا ما سرعت لكمش في الفيديو باش شوفو كامل المراحل ولا الخطوات وتبدي اشك فوا كيما قلتلك تبدي ادخلي في هادا كلمة في السميد شوفي بهذا الطريقة كشغل طعوركي شوفي كيفاش تحسيه راه رايح يتعجن ولا تزيدي الماء هنا دينا بخزك كاس إلا ربع شوفو تبدي اتكملي كامل بهذا الطريقة احنا تحسيه في يدك يولي لك رايح جاري ولا فيه الماء بزيادة هانا يا ما تخافيش منه بس كي رايح نخليوه يريح و رايح يشرب كامل هذيك سوائل كيما نعرفو السميد يشرب الماء شوفو راح تشكل معاك كشغل كورا مش راح تتفتت ولا تتشقق تحسيها مليمة املح راح نخليوها بجيه و نغطيوه عليه و نخلوه خمس دقايق عشر دقايق تسيبي كامل هذيك الماء انشف و شربوه شوفي معايا اهنا يا بعد اللي فاتت حذيك عشر دقايق شوفي كي تفتحيه تحسيه باللي شوية راه مفركت متحسيش متلاعم شوفو كيفاش يتفركت معاك اهنا يا ابداي تحليه فيه بهذا الشكل حليه كامل و راح نزيدو رشوه بالماء كيما قدلكم وهنا يا في الكل راح يدي معاك كيس الى ربع تعالما والماء ظهر نكمل انا يا اندخل هذك الماء بنفس الطريقة كيما خدمنا في المرة الليلة ان نولي اندخل في ذاك الماء و نعرك في هذك السميد باش يتشربنا الماء شوفوا معايا كيفاش يتشينا القاوم راح نغطي عليه و نخليه خمس دقايق بيد ما وجهت ليمو شوفو هنا يا كيفاش تحسيه باللي عجينة ليس ولا لك شغل عجينة اهنا يا شوفو نعطي لكم بقالي اربع من الكاس راح نغطيه مانبا خمس دقايق بيد ما وجهت ليمو للتوعي و وجهت الحشو شوفو هنا يا شوفو كيفاش راهي راح نوزن انا يا الحبة تاع المقرط باش يجونا على حبة راح ندير ميزان تاع خمسة وثلاثين قرام شوفو معايا انا يا خمسة وثلاثين نكمل نوزن كامل الحبة على ميزان خمسة وثلاثين و راح نزيد نوزن الحشو شوفو هنا يا نكمل الحبة تاع المقرط نوزنها على خمسة وثلاثين قرام نكمل كامل الحبة اللي عندي شوفو و راح نوزن الحشو راح نوزنه على ميزان خمسة وثلاثين قرام الحشو على خمسة وثلاثين قرام و الى حبيتي الحبة جيك شوية صغيرة على المقرط نكمل انا كامل الكمية تاع الحشو اللي عندي وهنا كملاحظة حاولي انك الكوكو ما كنت جادرت لك عليه الترحيه يكون شوية مشي خشين بزاف في المتوسط باش ما يغبنكش شوفو هنا يديت هذى المولتع الشمسية بس كما عنديش هذك المولتع المقرط اللي نطبعو به فقط راح نغيرو فالشكل هنا تفتحي الحبة تاع المقرط وديري في الوسط الحشو وحاولي انك تغطي كامل الحشو باش ما يتحركش معانا السكور هذك يلامس المول شوفو يتكوريه وراح نديريه في هذو الليمول الصغار اهنا يو تدهنيهم انا الليمول التوعي ميل السقوش اهنا تدهنيهم وتخليها بومبي وتبدأي تطبعي بهذا المولتع الشمسية وراح نديرو الشكل الثاني شوفو يجي شكل اشباب ونبدلو نبدو شوفو تختميها بيدك وتبدأي تحلي تديري في وسطها الحشو بهذا الشكل وتبلعي هنا كما قلت لك يسي الحشو باش اه دخلي كامل للداخل وتعاودي تكوريها بهذا الشكل ونديروها في المول بنفس الطريقة نديرو الشكل الثاني شوفو هنا شكل باسط ولكن يجيب الزفش باب تحكمي الليموس وتبدأي تديري اهكي جغل الخطوط بهذا الشكل وتحاولي انك اه اه توصليها الليموس للداخل باش يبقى انا هذك الشكل الشباب شوفو معي رح نزيد معاكم حبة نحكمو المقرط نفتحوها بهذا الشكل ونديرو داخل الحشوة ونغلقو عليها ونديروها في المول ونبدأو نديرو هذك الخطوط بالموس راح نكمل كامل الكمية اللي عندي وراح نكملو التزيين تاع المقرط التعنى ومجيو حد اخرى الفور راهم سخن حاولي انك تتخني الفور ولكوشة تاعك على اقصى درجة باش ومبعد كنطيبو المقرط راح يتبننا محمر ويجينا شباب شوفو معايا اهنا يا في الاخير راح نرشقو بحبة تاع اللوز ولا الكوكو اللي عندك اه استعمله انا يادر تحبيت تاع اللوز بهذا الشكل وكي ما قلتكو راح نمسخنا الفوغ تاعي راح نقص له على نار شوية هادية كل واحد هنا وتعرف الفور تاحه على 180 درجة وراح نطيبو المقرط وننسيو باش نعطولو هذيك اللاكولة اه التحميرا باش يجينا شباب شوفو معايا اهنا يا بعد اللي اه نحيتو مالفوغ اهنا يا راهو سخون راح ندرت العسل اه اللي شريته عادي اللي يتباع ونديرو بارد اهنا يا المقرط سخون وكي ما قلتكم العسل بارد انحوه المقرط من اللي يمول ونديروه في العسل اهنا يا حاولي انك تعضيلو وقته باش يتعسل معك امليح وذوكا نوريكم واحدة طريقة كيفاش تعسلو به المقرط مش راح اه يقعدو لكم اه ناشف وراح يتعسل معاكم اه شوفوا معايا اه في الاول راح نسمى معاكم شوفوا كيفاش يجينا الطريق ويجي بزاف شباب ستقوني بهذه الطريقة راح يجيكم مقرط بزاف شباب مام هذيك العقدة اللي كنادرنها تعال كوكاو الجيطرية ومعسلة شوفوا هنا يا بعد اللي يتعسل معايا كنت خلي نحيتو راح نديرو في الكيسات باش انه نحطو كتزين نهائي وهنا يا راح نعطيكم التدبيره باش يتعسل معاكم المقرط طبيع شوفوا معايا انا كنت درتو في بغت مانجي ودرت العسل المدة غفور ثلاثوة حتى الربعة ومبتعاوا قلبت البقدمونجي وخليت العسل اللي ملفوق عملي لك ملتع لك شغلا الحبات اللي يكونون بتحت يتعسلوا وكين انقلبوهم ينتبه gid hacia الحبه metallicに ان gospels راح تجيكم مقروض ام شرب ومعسل وكنا شفنا التدبيره كيفاش يتعسل معنا المقروض ابيع هذه هي الوصفة تعنات عنها اليوم كنا دلنا المقروض في الكوشة وراني حطيت معاكم بزاف وصافات المقروض راح تسيبوهم في القانت نتمنى ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم واللي ما زال مشاركش معايا ايدي اللي جم وابوني ويفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ما تنسوش تدلو لي جم واتخلو لي تعليق تعالوا في روحكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في امان الله سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة